طيب هنكمل مع بعض بقية الـ swing events زي مثل طبعا اول حاجة لازم ناخد بالها ان احنا لازم نعمل importing للjava.awt.edit event وده موجود من اعمل awt والjava.edit swing عشان الـ objects وكمان نقدر نفهم ان الانترفيس اللي اسمه action perform ده واحد من الانترفيس اللي موجودة جوه الـ action listeners لكن طبعا عندنا action او عندنا listeners تانية كتيرة جدا هنتعرف عليهم في الجزئية ده طيب خلينا نشوف مثلا لو انا عاوز اعمل two buttons واحد بيزود والتاني بينقص مثلا طيب يا هلطة هنعمل ايه بقى هنديه هنا عند الـ function اللي اسمها action perform وهبتدي هنا احط لها الجزئية بتاعة الـ get source علشان اعرف هو مين الـ object اللي عمل clicking لو لاحظت هنا هتلاقي الـ action event ده الـ class اللي بيجي لك منه object اسمه ايه الـ object اسمه ايه ده لو جبت السورس بتاعه وعملت له على object اقدر بعد كده اقول انت دست على الزرار الاسمه up ولا الزرار الاسمه down وبناء على كل واحد منهم اقدر اعمل اه performance معينة طبعا ديه طريقة طريقة تانية ان انت تعمل لكل واحد من البوتونز اللي عندك تعمله الـ class بتاعه اللي بي implement الـ action listener المعين ده طبعا برضو اه ممكن اه تعمل طيب تعالنا نتفرج كده على اه ازاي هنقدر اه نعمل اه كل واحد من البوتونز زيان اه بي اه يتارجت انه هو يزود ابوا يزود او يقلل. اه اا ال implement عينة. آآ فحنينيه هنا نعمل تكستتكتس هنعمل丈ل هنعمل Аآ هنعمل اه بدونز بوتونز اسمه Punkley وواحد تاني اسمه Clickneyミus هنينيه في construction Что حن أن نطبع بعضنى طبعا طوابطنز واحد اسمه BT وواحد تاني اسمه BTM بعد كده هنضيفهم next الكنتنت اه على الكنتنت بتاعتنا. اه وبعد كده نبتدي اه نحط هنحط كمان معهم شوية آآ تانية. اه حنستخدم اسمها آآ علشان آآ نستعملها. آآ وبعدين هنيجي هنا في بتاع او آآ وحبتدي هنا اعمل بقى كبير جدا. ابتدي اقول بقى هنا. طيب آآ ابتدي اعمل كاست على آآ اللي جايلك ده. هات السورس بتاعه. آآ عن طريق الفانكشن اسمها بتعمل كاستنج على وبعد كده بتسأل بقى. هل انت بتاقل بطن? اعمل الكود ده. آآ هنا هو. خلي التزود بتاعك. طب هل انت بتساوي البطن الاسم بيتي ام. يبقى نقص الكاونتر بتاعك. تمام? آآ وهكزا. آآ لو عمنا طبعا الرن آآ للبروغرام ده. آآ هنلاقي البروغرام ده عنده تو بوتونز. آآ عنده هنا لابل. آآ لو عادت كليك على دوا هيبتدي يزود. آآ عادت كليك على ده هيبتدي آآ ينقص. آآ وهكزا. طبعا الموضوع آآ استريت فورورد جدا. آآ ان انت تقدر آآ تفهمه بسهولة. طيب. آآ تعالة كمان آآ طبعا الفانكشون من الفانكشن المهمة. الحقيقة كمان اللي سنرز آآ 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 انواحهم كتير جدا. يعني احنا مش بس عندنا اللي سنرز زي الاكشن لسنرز. لأ دها كمان عندنا مجموعة اخرى من اللي سنرز اللي بتشتغل مع آآ آآ كتير جدا. آآآ زي مثلا آآ آآ بتحصل مع الايتم بتحصل مع الشيك بوكس. طبعا التابل ده مهم جدا من التابل المهمة جدا. الايتم زي الشيك بوكس والشويس والليست. اه زي زي مسلا اه 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 او الكمبوننت زي بالتكست اريا. اه اه زي اه اه زي مسلا اللي انا بعمل ادنج والموفينج لما اه ايتم معين بياخد اه الفوكس. اه جيند ولوست. وده احنا نستعمله كتير جدا عشان اشوف الاروز مسلا وليفتو او داون. اه ماوس اه ودي اه اللي احنا اه هنشتغل بيها اه كمان شوية. ويندوز افنس اه وكلو زي. طبعا دي كلها اه انواع كتيرة جدا من اه اي واحد من الافنس دي هتلاقي لي اه اسمه لسنر كلاس. اه فلو انا مسلا عاوز اكابتشر الموس. عاوز اشوف ايه اللي ممكن تحصل على الموس. هبتدي اه مش كلاس انا اسف هو انترفيس. يبقى بالتالي احنا محتاجين اه لخمسة اللي عنده. اه واللي ايكم مسلا اه لو احنا اه اه فهنيجي نعمل هنا اه كلاس ده هنسميه مسلا اه موس وحنروح نعمل الماوس لسنر كلاس وطبعا هنلاحظ ان احنا اول ما بنعمل الماوس لسنر كلاس لازم هيبقى عندنا مجموعة من الفانكشنز اللي احنا خمسة محتاجين نعمل لهم اول واحد بنسميه ماوس كليكت وده معناها ان انت ضغطت بالماوس على حتة معينة ماوس بريست وده معناها ان انت عملت بريسنج بالماوس بتاعك عندك مثلا ماوس ريليزد وده معناها ان انت عملت ريليزنج لماوس ليفتكي ماوس انترد وده معناها ان انت وقفت على اا او دخلت في بتاع الكومبونت معين ماوس اكز ده معناها ان انت اخرجت من الكمبونت ده الحقيقة انا حابب هنا ان انا خلينا نبتدي كده باقصة الى كلمات ولياكم مسلا انا عاوز اعرف الكوردينات بتاع الماوس عاوز اعرف الماوس بالوقتي بقى وقق فين فحناخت حنروح نوبار رايد الفانكشنز اسمها ماوس كليكت ونحن نتدي نتحكم في اللابل اللي احنا كنا نعملينه كنا نسمينه Output Label ونحط نset التكست بتاعته بالvariبل اللي اسمه e.get x with that function بتجيب لك الكوردينيات بتاع الماوس اللي هو x-coordinates مثلا ونحط e.get y كده انا بقول كل لما اليوزر يعمل clicking في اي حتة في السكرين تروح تاخد الكوردينيات بتاع في ال x وال y وتحطها في اللابل بتاعك فاضل بقى ان انا هنا عملت الهندل فاضل ان اقول هنعمل الـ events دي هنعملها على ايه ونحن نعملها على كل الفورد. فحاجة اقول هنا this.add mouse mouse listening class وحابعت له هنا new object من النوع mouse listening يبقى كده انا خليت الجي فريم نفسه يسمع لـ mouse listening class لو جينا عملنا كده اه هنلاقي ان انا اه كل ما اجي اه اه في حتة معينة اه هاتبع لي كوردينيات بتاعة ال x وال y هايد بتاع اه الفريم بتاعك. اه وطبعا كل بقى ما هتكليك اه في اي مكان اه في السكرين بتاعتك. اه حيبتدي اه يعمل لك اه اه يجيب لك الكوردينيات اللي انت اه عملت اه كليكينج عليها. طبعا لما اه لما اجي ادوس كده على البطن انت كده بتخلي الفوكس يبقى على البطن. عشان كده هو هنا اه بيطلع لك بقى المسج التانية. لو رجعت تاني للفريم يبتدي يطلع لك الكوردينيات اه بتاعتك. اه ده مسلا ايجزامبل ليه الماوس اه موشن او الماوس اه لكن طبعا هتلاحز هنا الماوس اه اه لازم هنا بدان ما عملت الماوس لسنا روح خمسة فضيل كمان? اه خلينا مسلا برضو هنا مسلا نجد نجرب كده نتفرج على الماوس اه انترد وخلينا مسلا اه اه نعمل مسلا هنا فونكشن نسميها اه اه اوت dot set text اه وخلينا نقول الماوس انترد ا اه نحط مثلا هنا تكست اه موس انترد اه 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 اي دوت. اه مسلا. اه. اه. نتفرج على اسمها. اه. نرن تاني كده. اه شايفين? اول ما هتبتدي اه. ها هتبتدي تطلع اه. اه دي السورس. انت دخلت على الفريم اللي بتاعته ستمية بستمية وبادي من سفر وبسفر. ومستخدم اللي اوت اللي اسمها برد بوردر لي اوت. ها? اه. وتقدر كل مرة بقى تانتر فيها. اه. يطلع لك اللي ايه? يطلع لك انت اه. اعملت انترينج للجي فريم. طبعا احنا هنا عشان عاملين كلها على الزيس على الجي فريم شخصيا. اه. فلذلك هو بيطلع لك اللي على الجي فريم. لكن الحقيقة برضو احنا ممكن ناد الماوس لسنر ممكن ناده على البطن. يعني ممكن ايجي يقول هنا البطن. اد اه ماوس لسنر. اه ودي له هو كمان اوبجيكت اه من النوع ماوس لسنر. اه زي ما عملنا فوق. تمام? اه ده برضو اه ممكن. وساعدها يبقى دي كمان على البطن. اه فلو انا هنا اهو دخلت على الفريم. هنا دخلت على البطن اهو شايفين. ادي ادي كمان. خلينا اعمل كده عشان تبقى اه شايف الفرق. اهو انا هنا واقف على الفورم. هنا اعملت كالكليكين. هنا دخلت اعملت على الجي بطن. اللي موجود في رقم كزا. الالايمت بتاعته كزا. هنا دخلت على الفورم. هنا البطن. فورم. اهو ماوس انتر وماوس ايجزت. اه طبعا اه دولة من اللي انت اه ممكن تستعملهم بس لاحظنا هنا طبعا ان اه في تكرار. اما انا بكرر بكتب خمسة فانشنز بعض الفانشنز هبتر اه اكتبها وهي فاضية. اه ودي الحقيقة حاجة اه مش كويسة جدا. ولذلك اه ايه اللي جماعة بتوع الجابة? اه ابتدوا يقول لك طيب نحنا ممكن كمان. اه نخلي اه حضراتكو اه تبتدوا تيمبليمنتوا حاجة اسمها الماوس ادابتر. يبقى هنا اه عند راحة ممكن امبليمنت انترفيس فاروح اكتب كل الفانشنز واحط لهم بادي فاضية. وممكن اكس تين مش امبليمنت من اه اه رادي ميت كلاسز مع الماوس ادابتر هي فيها البادي بتاع الفانشنز الفاضية دي هو الجابة عملالك فما بتحتاجش من فتكتب اه كل كلاسز. شايف هنا فانشن واحدة بس اللي كتبت لها البادي. وبقية الخمسة اه انت مش محتاجة تكتب لها بدي. طبعا الماوس ادابتر زي برضو عندك كل الكلاسز هتلاقي لها وكلاسز اسمها اه اه ادابتر كلاسز. طيب تعال نشوف كده اه ممكن بقى نعمل ايه? احنا بقى هنا بنوعب في الماوس ايبنس. ممكن مسلا اغير البوزيشن بتاع اه الموجود عندي في السكريم. يعني ممكن اخلي مسلا هنا اللي هو اللي انا بستخدمه. اخليه يطلع في المكان اللي انا ااا اا اعملت فيه يعني اجا에 اقول هنا مسلا. اا اا او كددو تساتا. اا اا وابعت له هنا ايه اة اا ا اا اا هنا بقوله حطلي الباون البتاعتي اظهرها في اا colocir capitalism مكان اكس وواي. مكان ما انا عملت. اه واحطي الدي بتاعتي مية والهايت خمسين. اه لو انا مسا كتابت لاين زي ده. كل ما حتيجي تعمل في اي مكان في السكرين. اه حيبتدي اه اه يطعم ساعة بس طبعا عشان نستخدم تسيب باونز دازم نكون مخليين اه بتاعنا اه بنال. اه فحنجي هنا نخلي زي ست دوت ست لي اوت. اه بنال. اه وحنبتدي نحط البوتونز بتاعاتنا اه بنعمل لها اه اه اماكن محددة. اه زي مسلا نجد اقول هنا بوتون دوت ست. اه باونز اطلب على البوتن دون. اه في المكان رقم اه سفر. اه سفر. واخلي الويتس بتاع مية كلها ايه بنية اه خمسين دائما اعملنا لكده. اه اقدر اه اعمل نفس الكلام ده على الافوت. اه ابتدي اطلع مسألة المكان رقم اه مية وخمسة الخمسين مسلا. اه تعالوا من رنب كده اه ونشوف كده انا هنا اه بقيت اه اعملت ستنن البوتوز وبعد كده اه طبعا يجب نقاد الال ماذا نقود هنا اه اه وكمان هنقاد ال الايه بناء اقودة اه 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 عندما انتش هيبقى كل ما اتروح تكليك اه باي حتة اه في اي حتة بالماوس اه هيروح يعمل لك ديسبليينج ليه الليابل في المكان اللي انت اه عملت فيه اه كليكينج طيب اه اه دي مسلا طريقة تقدر تستخدمها علشان تحرك الماوس بتاعك من مكان اه الى مكان اه اخر اه عندنا كمان اه زي ما عندنا شفنا جدا الماوس ادابتور عندنا كمان اه 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 بتقدر تكستند الماوس ادابتور بتقدر اهو اه تاد بتعمل اري لست في بوينت بحيث كل ما تعمل تضيف الى اري لست دي اه تقدر تيمبليمت الماوس موشن ادابتور ده بقى تقدر تعمل بحاجات كتيرة جدا زي انت تدرو لاينز وتقدر تتراكز كنت انت بتعمل ما ضيد انت بناطيص للبقى من الماوس نعم لا تعمل على واحدات نعم ام تشتي کیا تتامه الفيديو لسobyl تبردate perchè FoiCause